اهلا وسهلا قراءة التضخم في الولايات المتحدة وتأثيرها على قرار الفدرالي القادم كانت أهم مؤثر على تحركات الأسواق في جلسة الأسبوع الماضي اتباطأت القراءة الرئيسية إلى مستويات 4.9% أعطت الأسواق آمال أكبر على أن الفدرالي سيتجه للتوقف عن رفع الفائد في اجتماع الشهر القادم بداية الأسواق تتوقع إمكانية تخفيض الفائد في نهاية العام الحالي الضغوط التضخمي من مؤشر المنتجين تراجعت كمان لمستويات 2.3% من بريطانيا رفع بنك إنجلترا الفائد للمرة الثانية عشر أعطت إشارات لرفع فائد آخر في الاجتماع القادم بينما النمو الاقتصادي لا يزال خامل عند 0.1% لكن يعتبر بالمنطقة الإيجابية وبيعطي مزيد من الوقت لمراجعات أخرى على أمل الابتعاد عن الركود في جلسة الأسبوع القادم على المستثمرين متابعة أربع أخبار مهمة أولا تقرير العمل من بريطانيا واللي رح تعطينا انطباع على حالة التوظيف في ظل الإضرابات في البلاد في أي إشارات سلبية رح تعطي انطباع أكبر على تأثير رفع الفائد على حالة الاقتصاد ثانيا قراءة التضخم من كندا مهم جدا متابعة الرقم واللي من المتوقع أنه يتباطأ لمستويات 3.9% من 4.3% في حال استمرار التباطؤ فالانطباع السائد بأن استمرار توقف بن كندا عن رفع الفائد سيكون هو المرجح ثالثا مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة والمتوقع أنه تنخفض إلى مستويات 1.4% هي إشارة على تأثير عمليات رفع الفائد على حالة الانفاق رابعا وأخيرا قراءة التضخم من أوروبا واللي من المتوقع أن ترتفع بشكل طفيف إلى مستويات 7% من 6.9% واللي رح تعكس حقيقة مخاوف كريستين لغارد من مخاطر التضخم وإمكانية رفع فائدة في الاجتماع القادم ننتقل للتحليل الفني لجلسة الأسبوع القادم بداية مع الذهب تداولات عرضية للذهب بين مستويات النفسية 2000 إلى مستويات المقاومة 2040 صمود المنطقة السعرية منطقة المقاومة بين مستويات 2040 ومستويات 2050 بناء قمة أدنى من قمة سابقة قاع أدنى من قاع سابقة مما قد يعطي إمكانية ميل سلبي لتداولات الذهب في حال استمرارية التداول أدنى مستويات 2040 المقاومة السعرية إمكانية التداول وعودة لاختبار الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة عند مستويات 2000 واردة كسر مستويات 2000 بشكل صريح بشمعة 4 ساعات قد تدفع الذهب لاختبار مستويات 1975 كل ذلك طبعا مرتبط باستمرارية التداول الذهب أدنى مستويات المقاومة السعرية 2040 ننتقل لتحليل اليورو ضغط سلبي بعد اجتماع بنك أوروبا في جلسة الأسبوع الماضي إمكانية ميل سلبي لتداولات اليورو بصمود مستويات 1950 صمودها قد يدفع اليورو لتشكيل ميل هبوطي نحو مستويات 1825 ثم 1790 لتداولات اليورو أما بالنسبة للباوند أيضا ضغط سلبي كسر الوتد السعري الصاعد عن مستويات 21-26-25 ثبات التداولات أدنى قد يدفع الباوند الكابل نحو مستويات 24-35 كسر واضح لمستويات 24-35 والثبات أدنى قد يدفع الباوند لإمكانية تشكيل ميل سلبي آخر نحو مستويات 1-23-70 بالنسبة للباوند أما بالنسبة لتحليل الين الين يتداول أعلى مستويات خط الاتجاه الصاعد الممتد من بداية عام 2023 استمرارية تداول أعلى مستويات الدعم السعري 133-95 ثبات التداولات أعلىها قد يدفع الين لاختبار مستويات المتوسط المتحرك 200 على الفريم اليومي نحو مستويات 136-50 ثم مستويات 137-70 بالنسبة للين الأوزي الأسترالي الميل الهبوطي لحتى الآن وارد تداولات يومية لحتى الآن سلبية بالنسبة للأسترالي التداولات أدنى الخط المتوسط المتحرك 200-100 إمكانية الميل السلبي للأسترالي نحو مستويات 65-70 لاختبارها وارد جدا مع ثبات التداول أدنى مستويات 68-50 خام غرب تكساس النفط تداولات جيدة إيجابية بالنسبة للنفط بعد اختبار مستويات الدعم السعري 65-20 إمكانية ثبات التداولات واستمرار الميل الصعودي نحو مستويات 73-35 ثم 76-70 بالنسبة للنفط وارد مع ثبات التداولات السعرية أعلى مستويات 69-30 بالنسبة للداوجونز تداولات عرضية لحتى الآن بالنسبة للداوجونز أدنى مستويات المقاومة السعرية 33-670 التداولات أدنى خط الاتجاه اليومي لحتى الآن مستمرة التداولات أيضا أدنى مستويات المنطقة السعرية المقاومة السعرية 34,285 34,590 تعطي إشارات لإمكانية ميل هبوطي بالنسبة للداوجونز نحو مستويات 32,850 32,470 طبعا مشروطة بالثبات التداول أدنى مستويات 33,670 على المدى المتوسط و 34,285 على المدى الطويل ننتقل لتحليل الفضة ونختتم بها تداولات الفضة السلبية في آخر جلستين يوميات تشكيل نموذج الدبل توب بشكل جيد كسر الدعم السعري لنموذج الدبل توب القمة الثنائية عند مستويات 24,50 ثبات التداول أدنى 24,50 قد يدفع الفضة لتحقيق هدف النموذج عند مستويات 23 دولار للفضة تداولات موفقة موسيقى تداولات موفقة اشتركوا في القناة